أدانت وزارة الخارجية بشدة تفجير الإرهابية الذي استهدف موكب محافظ مدينة عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية في الجمهورية اليمنية الشقيقة نعم أدى هذا الاستهداف إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة معربة وزارة الخارجية عن خلص التعازي والمواساة لأسر وذوية الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق وتمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية وأكدت الوزارة وقوف مملكة البحرين ودعمها التام للجمهورية اليمنية الشقيقة فيما تبدله من جهود كبيرة لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيها